السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم في قناة المستر نردى هنحل مع بعض ملحق كتاب بيت باي بيت لسنة ثانية عدادي هنحل الوحدة الاولى من صفحة 3 لصفحة 9 انتظرونا نبدأ بصفحة 3 رقم واحد ايه بيكلم بيه وبيسأله ها وبعد النقط داز ما ها جيت اب ايرلي فرده قال له ايه اولوز دائما يبه ها و اوفن كم عدد الايه المرات ايه رقم اتنين جميلة نيفر مع نيفر هنا بنجيب مدارع بسيط طب مع جميلة هنجيب الفعل اخره ايه اس يبقى نيفر لايكس ميوزيك جميلة ما بتحبش ايه الموسيقى باتو داي ولكن النهاردة بتستمع الموسيقى with us معانا طب هنا ما شناش الاس ليه لان النيفر بتنفي بدون ما نحزف الاس وجميلة بقى مع الفعل بنزود للفعل ايه اس لان هي ايه مفرد رقم 3 اقول تشارز كل المدرسين like summer because she is بيحبوا سمر لان هي ايه she is not late لان عمرها ما بتتأخر يبقى never عمرها ما بتكون ايه متأخرة على ايه مدرسيتها مثلا رقم 4 the not over there الذي هناك is wide enough for three people يعني تكون واسعة ايه لتلات اشخاص to sit on عشان يجلسوا عليها يبقى الكنبة صفة رقم 5 a بيكلم بي can we go to the zoo today هل نستطيع او هل يمكن ان نذهب لحديقة الحيوان اليوم فبي قال له yes sure بالتأكيد it's open انها مفتوحة يبقى ايه يوميا يبقى بشكل يومي daily رقم 6 مستر حسام sometimes احيانا الاستاذ حسام ده listen to music يستمع الموسيقى on his not home يبقى ايه في طريقه للمنزل يبقى way home 7 i not my friend to tell him about my birthday party يبقى انا ايه لصديقي كتبت له رسالة text يكتب رسالة نصية او ايه يرسل نصيا يعني ايه ايه يخبره عن ايه يقول له عن ايه حفلة عيد ميلادي ايه رقم 8 مستر علي live the in a big مستر علي يعيش ايه في كبير نقط of flats من الشؤى near the main road بالكروب من الطريق الرئيسي بعمارة سكنية block of flats رقم 9 how often كام عدد المرات do you وبعدين نقطة lunch الغداء at school هنا اللي تيجي مع lunch يتناول يتناول الغداء رقم 10 my dad usually عادة وبعدين نقطة on the sofa على الكنبة over there هناك يبقى ايه يبقى يقرأ على الكنبة reads رقم 11 كريم wants to lose weight كريم عايز يخص يفقد الوزن يعني that's why لذلك he is not sports يبقى هو ايه يمارس الرياضة doing sports رقم 12 maryum doesn't doesn't يبقى ايه تنفل فعل لو نحذف منه الاس هتبقى live doesn't live in giza لا تعيش في جيزة دي بتعيش فين في طنطة رقم 3 علي is an excellent architect يعني علي مهندس معمار ايه ممتاز هي نقطة makes mistakes يرتكب اخطاء his designs في تصميمته يبقى عمره ما بيرتكب ايه اخطاء بانيفر عشان المعنى يكون ايه يكون سليم الصفحة اللي بعدها الصفحة اربعة رقم 14 running Gary is an important part هو ايه جزء مهم of my daily من الايه اليومي روتين الروتين اليومي بتاعي رقم 15 John isn't lazy John ليس كسول he often هو غالبا وبعدين نقط very hard ايه بجد يبقى يعمل ايه بجد طيب هنا مع often يبقى دام درع بسيطه مع هي نختاره الفعل الاخره is works السؤال اللي بعده التصحيح هنا حنصح ايه الايه الكلمة بين الاكواس does هتبقى do عشان طبعا ايه عشان you ما بتاخدش does طيب اللي بعدها never هتبقى always دائما طب ليه معنى الكلام هنا بيقولي يعني نحن دائما نرتدي ايه ما لابستي ايه ماشي عندما يكون الجو بردي بقى لازم تبقى always او ممكن تنفع بردك ايه هولونج هتبقى how often عشان اللي اجابة هنا ايه بيكلم بيه فقال له every week كل اسبوع يبقى كم عدد المرات انت تكون بالابحار اربعة a and b فبيقوله what does your father هتبقى مع does ازا ما قلنا نرجع الفعل للمصدر ونشيله ing تبقى do رقم خمسة do هتبقى does عشان نجلاء مفرد ومع المضارع البسيط طيب رقم ستة go هتبقى goes يبقى نحط لها is عشان ايداد مفرد ودي always تدوله عن المضارع البسيط هنا رقم سبعة دول ما بيحبش السكر يبقى ايه بدل always هتبقى ايه never الصفحة اللي بعدها صفحة ستة رقم واحد ايام شورة انا متأكد ان احمد ليفز يعيش somewhere في مكان ما وبعدين نقطة here هنا he always comes on foot دايما بيجي ايه مثلا المدرسة سارة على الاجدام يبقى هنا ايه somewhere near مكان قريب رقم اتنين your new villa الفيلا الجديدة بتاعتك is really انها حق النقط all of us admired it so much كل منا معجب بالفيلا بتاعتك دي يبقى الفيلا دي تكون attractive جذابة رقم ثلاثة مدينة نيويورك اللي هي في امريكا دي is a city هي مدينة وبعدين بيقول لي ملايين الناس يبقى المدينة ايه فيها ملايين يبقى large city مدينة ايه كبيرة رقم اربعة سارة left here سارة تركت ايه نقط الفيوم في الفيوم and 22 live وراحت عشان تعيش في القاهرة سنة 2018 يبقى تركت ايه بقى تركت قريتها في الفيوم village ايه رقم خمسة i couldn't sleep yesterday ما عادش انا منبارح because there was a نوات نويز كان فيه دوشة ايه next door بجواري طبعا يبقى ايه فضيعة رقم ستة real way يبقى line على طول سكة حديد ديت goes from tanta من tanta الايه للقاهرة رقم سبعة حبيبة's family أسرة حبيبة where very كانوا ايه جدا نقط so they couldn't buy لذلك ما كانوش بيقدروا يشتروا لها hair new clothes ملابس جديدة يبقى الأسرة كانت بور فقيرة رقم تمانية news papers say that three thieves ثلاثة لصوص escape the harabum from اللصوص ههربوا من اين يبقى من السجن prison رقم تسعة i don't have any bins ما عنديش اي اقلام will you بحنا بنطلب من هنا بقى نقط your bins اقلامك معي يبقى ايه هل تشاركني اقلامك معي يعني يبقى share رقم عشر نقط i call again يعني اتصل تاني يوم الخميس يبقى shall i shall دي تستخدم لتقديم ايه عرض او اكتراح او ايه طلب نصيحة رقم حداشر نقط you help me with your with my computer problem يبقى هنا بيطلب انه ايه ساعده في ايه يبقى can you هل تستطيع انك تساعدني ايه في المشكلة بتاعت الكمبيوتر ديت اتناشر نقط you got a car يبقى هل لديك سيارة got لتصريف ايه ثالث بيجي مع have have you got هل لديك ايه سيارة ما ينفعش اقول do here عشان do ترجع الفعل لمصدره تبقى get ويبقى غلط بردك المعنى كده يبقى غلط رقم 13 نقط i come to the office at 6 يبقى ايه shall i زي ما قلنا shall تستخدم لتقديم عرض او اكتراح او طلب نصيحة الصفحة اللي بعدها صفحة 7 a بيكلم بي who بعد النقط give me some advice يبقى اول ايه من اللي يقدر يديلي النصيحة فقد قلو بي مستر حسان يبقى هو كان من يستطيع رقم 15 not i carry your bag احمل لك ايه الشنطة بتاعتك يبقى ديه تقديم عرض نستخدم shall بيعرض عليه يشيل له ايه شنطته السؤال اللي بعده ده بقى ايه بتصحيح الكلمات المبينة الاكواس ديت have هتبقى shall هنا عشان تعبر عن طلب نصيحة what shall we do ماذا سوف نفعل بهذه المشكلة رقم 2 has هتبقى have عشان you بتاخد have طب هنا get هتبقى got عشان ايه بردك السؤال في have have قلنا تيجي معاها ايه بقى got تصريف ثالث have هتبقى هتبقى shall where shall i go if i need هل بدي تستخدم ليه طلب ايه نصيحة روح فين لو انا محتاج ايه مساعدة shall هنا في خمسة هتبقى can يعني هل تستطيع تتهجى كلمة ايه مكارونا سباكيت ديت طب رقم 6 have هتبقى has عشان ياسمين مفرد 7 have هتبقى ايه هتبقى shall shall i get بيعرض عليه يجيب له بيت زي يعني في الايه في العشاء الليلة يبقى زي ما قلنا تستخدم shall لتقديم ايه العروض ولا الاكتراح ولطلب النصيحة الصفحة اللي بعدها صفحة التسعة وديت ايه محادثة لازم نقرر رأس المحادثة كويس محمود is asking احمد about his family بيسأله عن اسرته فمحمود بيقول له how many people are in your family كمعدد الاشخاص في اسرتك فقال له بابايا ومامتي والدية ومي سيستر واختي وانا يبقى كم واحد كده واحد اتنين تلاتة والاب والام ابو خمسة يبقى ازا اللي جابة هنا هي there are five people عايز تقول five people بس رقم اتنين هنا you live in Cairo يبقى ايه السؤال اللي جابة في do يبقى نسأل بدو برضك هل انت تعيش في القاهرة رقم ثلاثة قال له your father do فاحمد قال له he is a seller يعني تاجر او بائع يبقى what does يبقى what does what does your father do ماذا باباك ايه يعمل طيب هنا where does he work اين هو ايه يعمل يعني يبقى طبعا he اشوف بيعمل في محل بائع رقم خمسة what does your mother do فاقول له طبعا she is وهنا ايه انيرس دي رقم خمسة نشوف الاسئلة الاختياري الاختياري رقم واحد your room حجرتك has allergy فيها ايه كبير نقط where you can watch حاسو انت تخسل ايه your hands ايدك واند ايه واجهك تخسل ايدك وواجهك يبقى طبعا بسين حود رقم اتنين ايه بيكلم بي where can i keep my clothes اين استطيع ايه يعني احافظ على ملابسي قال له ان ذا نقط يعني احفظها فين اوضعها فين يعني ان ذا نقط next to the curtains بجوار الايه الستاير طبعا where drop غلاب ملابس رقم ثلاثة the floor was covered الارضية مغطاة in a big مغطى بيبا carpet سجادة لو كانت مغطاة يعني رقم اربعة جيرلز البنات وجوالي spend يقدم وقت طويل عادة يعني in front امام امام المرآة mirrors دي جمع مرايات خمسة a وبعدين نقط of drawers طبعا معروفة لها ايه خزانة الادراج chest of drawers ديت b is a piece of furniture قطعة من الاساس تستخدم لايه تحفظ فيها لايه الاشياء رقم ستة دعاء open the دعاء فتحت ايه نقط to let light come into the room عشان تخلي الدوء يدخل الحجرة يبقى فتحت الستاير curtains رقم سبعة you can keep your books on that low يعني انت ممكن تحافظ على كتبك ايه على ايه ديت المنخفض اللي هو طبعا رفل ايه رفل الكتب bookshelf 8 it was to dark الدينة كانت مظلمة when i switched عندما انا ايه switched the نقط of طبعا ضلمت الدينة لما ايه طفيت المصباح يبقى lamp خلي بالك اللي فيها ايه p رقم تسعة i couldn't see the boy ما قدرش شوف الولد who sat اللي كان جالس فين بقى نقط the sofa الكنبة يبقى اللي كان جالس وراء الكنبة خلف الكنبة behind اخر سؤال رقم عشرة the little girl sat البنت الصغيرة جلست next بجوار next deal بتاخد حرف دائما next deal her mother البنت اللي كانت بجوار ايه اللي جالست بجوار ايه مامتها ايه كده بنتها الفيديو بتاعنا النهاردة ونتظرونا في فيديوهات قديمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى